هل يؤثر skill factor على قياس الأبعاد؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في درس النهاردة من سلسلة ألف سؤال وسؤال بإذن الله السلام عليكم الأخبار معاكم باسم سعيد والنهاردة نتكلم عن إجابة سؤال مهمة جداً بالطرح علينا على طول هل يؤثر skill factor في قياس الأبعاد في أي مشروع هندسي؟ طبعاً يؤثر skill factor في قياس الأبعاد في أي مشروع هندسي مثلاً عندك skill factor لما بيكون واحد صحيح بمعنى كده إيه؟ معنى كده إن الجهاز بيئيس المتر بمتر متر بمتر يعني إيه؟ يعني المتر الموجود على اللوحة الجهاز هيئيسه هو هو في الواقع ومش هيحصل أي اختلاف ما بينهم سواء بالزيادة أو بالنقصان يعني بالتالي مفيش أي تشوه طيب لو skill factor أو النقط اللي جاية لي من GPS فيها skill factor أقل من الواحد الصحيح أو أكتر من الواحد الصحيح إلا هيحصل تشويه لقياسات المشروع لكن هل التشويه ده يؤثر على المشروع؟ أو لا أو هيضمن الاستمراريته أو فيه حدوث أخطاء بعد كده ده بإذن الله اللي هنوضحه دلوقتي فيه المثال البسيط ده لو skill factor بتاعك كان مثلا 0.9995 طيب ال skill ده معنى إيه؟ معنى إن كل متر في المشروع أو من اللوحة هيتم توقيعه في الطبيعة ناقص نص ميلي نص ميلي ده في المتر الواحد طيب الاتنين متر فيهم واحد ميلي طيب العشرين متر فيهم سنتي كامل طيب المتين متر يكون فيهم عشر سنتي طيب هل ده يؤثر على المشروع الهندسي بتاعك؟ ولا لأ؟ أنت اللي هتحكم طبعا بشكل عام إمتى أكمل أو لأ؟ لو المشروع بتاعك دقته في المتين متر العشر سنتي دول مش هيأثره معك بشكل كبير شبه مثلا تبقى شغال طرق فرضا أو إنشاءات فهتلاقي إن الأمور ممكن معرس شاري لما تتناقش معه في جزئية دي قولك الأمور تماما بفهش مشكلة لو قالك لا إحنا محتاجين نعدل يبقى حضرك هتعدل للاسكيل بتاعك لواحد صحيح إمتى موضوع تعديل للاسكيل فاكتور لواحد يبقى ملزم أو عملي بلاسكيل فاكتور واحد يبقى ملزم معي في المشروع لو كان المشروع تطلب دقة فائقة شبه أعمال المتركبات المعدنية أو المنشآت المعدنية مثلا محطات الكهرباء أو البارو بلانيت وفي الحالة دي بإذن الرحمن بتبدأ إن انت توحد للاسكيل بتاعك للمشروع كله لواحد صحيح اعتمادا على نقطة موجودة بالفعل من نقاط الجي بي اس اللي تم تثبتها وبتبدأ إن انت تشتجل على هذا الأساس وتعمل ترافيرس مغلق موجود في المشروع بتاعك ويكون السكيل بتاعه واحد صحيح عشان الأبعاد تكون زي ما هي لأنه ما ينفعش أوقع أبعاد مشروع هندسي وفي نفس الوقت بتيجي تحط اللوحة في الأبعاد وتقيسى العشرة متر تلقوم في الطبيعة عشرة متر إلا ده لو كان السكيل أقل من الواحد الصحيح وعشرة متر أو عشرة متر وزيادة لو كان السكيل أكبر من الواحد الصحيح طيب حضرتك ممكن تغير السكيل ده من الجي بي اس نفسه أثناء العمل سواء كان بيشتغل RTK أو كان بيشتغل Static أيوة ممكن من خلال الجهاز نفسه الكونترولر أو الداتا كوليكتور أو من خلال السوفت وير اللي انت بتشتغل عليه في التصحيحات بإذن الله وده أنا أشرحه إن شاء الله في فيديو مستقل أو في سلسلة الجيوديسيا بإذن الله وبإذن الله تعالى ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو استفدت أو تشارك الفيديو ما حد يستفيد منه بإذن الرحمن وسبحانك اللهم وبحمدك نشان وليلها أنت استغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر